اشتركوا في القناة بل يعرفون تفاصيلها بل يعرفون أماكنها ولو خرجت أنا وإياهم وضيف الكريم إلى بعض الأماكن لأرون إياها وقالوا كنا هنا وجلسنا هنا وسرنا من هنا واتينا بل ربما يشاهدني بعض الضباط المصريين الآن أو بعض المصري المصريين وربما أنهم يحيطون بعض الجنود كانوا ذلك الوقت وكانوا يحيطون بعض تفاصيل هذه المرحلة ولذلك كنت أتمنى حقيقة أن أعرف تفاصيلها أن أعرف ما الذي حصل فيها أين ذهبت بعض القيادات الكبيرة مثل ستين مثل عبد المغني مثل غيرها حقيقة التي قادت الثورة ما الذي حصل للوفود التي كان تذهب ما بين اليمن وما بين مصر ما الذي جاء بجمال عبد الناصر في زيارة يعني ما الذي حصل تلك المرحلة حتى وصلنا إلى 5 نوفمبر يعني لكن قد لا يسعفنا الوقت لضيقه ونأتي إلى أبرز الملامح وأبرز الأحداث التي حصلت حتى خرج أهل اليمن من حرب طاحنة طحنت بقوى عظمى من الخارج وطحنت بنا من الداخل دكتور صالح طبعا نشوف حتى يعني مثلا محمد حسنين هيك سمعته مرة يتحدث أنه حتى الملك سعود بعد ما خرج من السلطة حاول أن يأتي للتوسط يعني بعد ما أقيل بعد ما أقيل طبعا ما أصبح يعيش في مصر وقالها هيكل بطريقة يعني مزحة قال كان معنا بالطائرة مع السادات قال وكانت معاه صرر من الدنانير أو الذهب قلت له هذا إيش قال هذا بيحل المشكلة في اليمن أملك سعود ملك سعود هذا سيحل المشكلة معنات أنه هذا نوزعه على القبائل لنحاول أن نقمعهم ويتصالحوا الأتراك يقولون ماذا بعد رابعا رابعا يبغل الفلوس هذا يقابوا الصرر وعندها الصرر ففعلا يعني تركع الصرر ما زالت موجودة لحد الأن؟ لا الصرر طارت وضاعت أي صرر راحت لكن يقولون مفهوم مبدأ الصرر موجود الصرر ما زالت الصرر ما زالت الصرر بس الآن في شكل آخر صارح في الصرر ما له علاقة لا ما له علاقة أم عبس الإسم من الصرر شاهدت لكن إيش يعني هذا دليل أن أيضا السعودي ترغب في معالقة الأمر يعني لن ترسل سعود وهو ملكها السابق إلا وهي راغبة والسادة تقع عبد الرحمن البيضاني غادر يعني انتهى دوره أعتبر المصري تقريبا كان دوره دوره سريع انتهى سريع عبد الله جزيلاني غادر اللي كان يعتقد أنه هو قائد الثورة رحمة الله عليه ما تقريب هو فبدت يعني أنه لابد من قيادة قادرة على إدارة المصالحة لا يمكن أن تدار المصالحة بالقيادة الحالة والكل منهك والكل منهك وصنعها محاصرة وصنعها حصرت لا وانتهى الحصار انتهى الحصار قابل لـ 5 نوفمبر هذا تقريبا لا بعد 5 نوفمبر بـ 68 انتهى الحصار انتهى الحصار في 68 والحصار بدأ بعد يعني بعد 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 5 نوفمبر أو في إطار فترة 5 نوفمبر لكن كلهم يريدوا يبحثوا عن قيادة جديدة بالتالي عبد الله السلال كان يقول أنه سيذهب إلى موسكو لقلب السلاح وبدأ عن مصر التي سترفع أو بدأت ترفع من قواتها ولكن يبدو أنه كان عارف أنه لم تعطيه شيء أنه كان عارف أنه عليه أن يغادر وغادر لم يذهب إلى موسكو ذهب إلى بغداد وهو يعلم أنه لن يعود واستقرر في بغداد وتم إعلان يعني عبد الرحمن الدرياني رئيس المجلس الرئاسي تسوية كاملة يعني تسوية كاملة يعني مش تسوية بداية للتسوية بداية بس التسليم من عبد الله سلام مباشرة وعبد الرحمن الرحمن الرحيم الذي لم يكن ظاهرا ذلك لا عبد الرحمن الرحيم كان شخصية معروفة لكن لم يكن كان شخصية كان شخصية قيادية من ناحية العلم من ناحية السياسة جميل لكن من ناحية بروزو بروزو في حركة 48 لكن في الأسماء الكبيرة بروزو الله ساحة لعدام مرتين سكان سيعدم وبعدين لعب دور معاكس في حركة 55 ولعب دور في حركة الأحرار اليمنيين ورأوا أنه رجل أكثر عقلا وكثر يعني قدرة على إدارة المصالحة أنه يعني من هم الذين تحتاج المصالحة رجل مدني تحتاج إلى فقيه وليس إلى عسكري في ذلك الوقت يعني يقنع القبائد ويقنع العسكر ويقنع الناس هل كان ينظر إليه هكذا كفقيه برضه طبعا هو كفقيه يعني هو قاضي هو قاضي لكن ينظر إليه لا يعني أنا قصلي أنه دائما أنت تحتاج لرجل مناسب أنت محتاج إلى عسكرياتي يعني أنت كان ممكن تقيم حسن العمر رئيس وزرع رئيس الدولة لكن أنت محتاج إلى رجل عسكري عنده العسكرة شرف أن يقاتل أن يموت أو لا أو يقاتل أن ينتصر لكن رجل قاضي من الذي ارتضى أن يكون رحمن الرحيم اتفقوا يبدو كلهم اتفقوا خاصة مجموعة الثمانية واربعين الشيخ عبدالله بحسن العمر ومحاربين قداما ومجموعة ومجموعة ما سمي بالكتلة الثالثة لأنه نشأت كتلة ثالثة بين الملكيين والجمهوريين والكتلة الثالثة معظمها من ثبار ثمانية واربعين الذين كانوا ليسوا ضد الإمامة كإمامة ولكنهم ضد بيت حميد الدين ليسوا مع الحرب ليسوا مع الحرب وليسوا مع يعني أنه الإمامة تنتهي كانوا يشتعوا عبدالله الوزير يعني هم كانوا عندهم مشكلة مع بيت حميد الدين بيت حميد الدين أو سياسة بيت حميد الدين يعني بيت حمد دي معناته سياسة البيت هذا بالتالي بدأ ما كانوا يصبوني للنظام الجمهوري يعني بعدين في الأخير صار النظام الجمهوري هو البديل الموجود وأنه من الصعب أن تقنع الشعب بنظام قديد غير النظام الجمهوري والناس رافعين شعار الجمهوري أو الموت بالتالي بدأ عبد الرحمن الإرياني في التواصل مع السعودية في ترتيب البيت في العلاقات ولأنه طلعت مذكراته بس هي كبيرة يعني لو قلسنا ناخد منها سناخد ساعتين 30 حلقة يعني بالتالي إلى أن نصل طبعا هدأت العلاقة بين مصر والسعودية مؤتمر السودان أو مؤتمر الكوين يعني تنصيب عبد الرحمن الإرياني قضى على كل يعني أوقف الحرب ليس أوقف الحرب يعني لكنه كان بداية لحركة المصالحة يعني عندما تم توقيع اتفاقية جدة أو الرياض هل وقفت كل شيء لا لكنها كانت بداية بداية دائما الأمور لا توقف يعني بالثانية والدقيقة يعني الأمور يعني لكن تحتاج إلى مراقبة لكن هل كان رجل 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 المرحلة أعتقد أنه كان رجل المرحلة عبد الرحمن الإرياني أعتقد أنه كان رجل قربوا جهات النظر قربوا جهات النظر ورجل المرحلة وارتضاه كذلك وارتضاه الجميع لأنه لا يمكن أن تورضه شيخ ولا يرتضه عسكري ولا يرتضه سياسي لأنه سيكون متقف في طرف معين ما الذي قدمه الأرياني رحمه الله رحمه الدراه أولا أعترتي وضع اليمن انهزم انكسر الحصار وبدأ يرتب البيت بدأ يتواصل طبعا أيضا قمة الكويت في السودان بعد حرب حزيران بعد حزيران الخرطوم مش بتأكد منها هل هي قمة الكويت أو الخرطوم يعني منها قمة في السودان عقدت بعد حرب بعد هزيمة حزيران وقدمت السعودية لمصر ما يسمى بالدعم لمعركة الاستنزاف والدعم لاستعادة القيش المصري لقواته وقدمت لسوريا بعد حزيران بعد حزيران وبدأت مصالحة عربية بوساطة سودانية وعربية تزعمتها من أجل تقويجة النظر بين سوريا ومصر وبالتالي هذا لعب دور على اليمن انسحبت انسحبت كل القوات المصرية أيضا السعودية أوقفت دعمها أوقفت دعمها لأل حميد الدين للبدر وسوت تسويتهم وقاتلهم اختاروا أما أن تبقوا تعيش هنا أو تغادروا الخارج ولكن لن تعودوا كالسلطة وبدت الاتصالات أنه يتم الحفاظ على النظام الجمهوري يعود كل من ليس له علاقة بأل حميد الدين كل من ليس له علاقة بالأسرة وليس علاقة بالنظام يعود اليمن يعود اليمن فعلا عادوا كثير جدا عادوا كثير وبيت حميد الدين بيت حميد الدين انتهى كسلطة حاكمة انتهت أيش التسوية المالية اللي قدمت السعودية وتسوية مالية أنه ايضا كانت تدفع مرتبات الجنود لفترة من الزمن لا مش لليوم لا لا تدفع لا تدفع هذا مش صحيح فترة من فترات كانت تدفع ثم توقفت لأن أصلا الدول لا يمكن تقلس كل يوم تعطيلك 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 تنهض يعني فتم الاتفاق وتم تعقد توقيع اتفاق المصالحة في عام 1970 يعني خلاص يعني هذه الحرب 1970 حتى بعد الثورة التي قامت في 67 طبعا لأنه تحتاج وقت استيعاب الناس عودتهم ترتيب أوضاع العسكريين إقناع الناس في الداخل العملية مش عملية سهلة هي مش قرار يتخذ وغدا ينفذ هي عملية طويلة وهذا الدور اللي قامبه الرياني الدور مشكور عليه طب بالتالي يعني تمت المصالحة عادت كل الأسر التي وقفت المصالحة وفق الاتفاقية معينة أو مصالحة وفق الاتفاقية اتفاقية المصالحة اتفاقية أولا يمنية واتفاقية يمنية السعودية أي واحدة تقصد فيهم لأنها اتفاقية تسمعنا عن كثير اتفاقية يمنية تمت بين اليمنيين بين اليمنيين ملكيين وجمهوريين لا هي بدت من 66 ومن 65 بدت المناقشات لكن في الأخير وصلوا إلى اتفاق مصالحة نهاية ويوقع مع السعودية اتفاق المصالحة النهاية وقع مع الملكيين في قدة أو في الرياض ولكن ليس مع بيت حميد الدين وتالي عادوا الناس وبعضهم رفضوا العودة وقالوا أنهم وقع مع أمان طيب وقع مع الشامي والنعمان وقع والعبد الله بن حسين الأحمر وقع ومجموعة من أولا من الثوار ومن البيت الآخر غير بيت حميد الدين وقعوا ليس بيت حميد الدين هم اللي وقعوا والسعودية عمدته ومصر عمدته لكن ليس كلها قد علنت واعترفت السعودية بالجمهورية وهذا الاعتراف هو أن المصالحة قتمت اعتراف المملكة العربية السعودية بالجمهورية العربية اليمنية وفتح سفارة لها في صنعة رقم ثمانية عتقى رقم ثمانية يعني معناته يعني معناته أن النظام الجمهوري حوصل ما كان عنده حد ما اعتربه يعني رقم ثمانية السعودية بالتالي يعني تم الاعتراف بالتالي بدأت الأمور تهدأ لكن داخليا لم تهدأ داخليا بدأت يعني بدأ الصراع السياسي بين القوة السياسية عام بدأ بعد عام سبعين بعد المصالحة خلاص انتهت الحرب مع السعودية انتهت الحرب مع الملكيين الآن عادوا الملكيين غير آل حميد الدين طبعا هذولة يريدوا ترتيب وضع ويريدوا أن يكون لهم مكافل في السلطة وبالتالي سيكونوا طرف الصراع السياسي لأن يكونوا يعني عبارة عن متفرقين يتفرقوا عليك ولا عبارة عن مساكين أنت يعني أعطيتهم كسرة خبز تصدقت عليهم بالعودة هذا اللي قاوة فيه طار مصالحة ما لم يكن بيت حميد الدين الدكتور أنا انتهى للبرنامج بالنسبة لي في هذه الحلقات تقريبا الثلاثين حلقة أنا أريد أن أكمل أنا وانت من بعد سبع وستين لا أمتلك أن أودعكم لأن الوقت انتهى والمخرج يعني يبغي أن يقطع عليه قطعا